استشهد في الساعات الأولى من صباح اليوم ضابط وسبعة من أمناء الشرطة في حادث إرهابي في حلوان قالت وزارة الداخلية في بيان لها أنه أثناء قيام قوة أمنية من مباحث قسم شرطة حلوان يرتدون الملابس المدنية بتفقد الحالة الأمنية بدائرة القسم ومستقلين سيارة وميكرو باس قام مجهولون يستقلون سيارة ربع نقل باعتراضهم أثناء سرهم بشارع عمر بن عبد العزيز بدائرة القسم أطلق أربعة مسلحين كانوا مختبئين بالصندوق الخلفي للسيارة النار على قوة الشرطة وفروا من موقع الحادث وجه اللواء مجد عبد الغفار وزير الداخلية بتشكيل فريق بحث موسع لسرعة تحديد هوية الجناف الحادث وضبطهم دي آخر المعلومات الرسمية المنشورة بهذا الحادث